مادك بل جوا صونة قالوا لينا الشردة عيب وشينا عيب وشينا الشردة عيب وشينا مادك بلد البل صح شردة عيب وشينا الراجل الحمش وقد جمور بمش فوق جمور بمش تخلصوا مع زينا الحمد لك الشكر يا الله السلام يا أخ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حيا الله الرجال فاشر السلطان فاشر الرجال مشتركة بمستنفرين خوات مسلحة حيا الله الرجال ويا ناس رحكم لا أكبر لكم تقيل تقيل عديل رحكم تقيل الناس بس تساعدنا بالشير والله حيا الله الرجال والله حبابكم حباب زول سكر حباب الجميع حباب الإخوة والأخوات حباب كل السودانيين الأحرار ها ها والله رحم الله حبابكم والله ها والله أنا جايب من جوق اسم بالله العظيم بل دق وحيا الدين ايمان البشهودة بره دا ولا حاجة دا ولا حاجة شفتويتو دا ولا حاجة كويس دا ولا شيء لا عندنا التقيل يلا رحكم ساعدونا بالشير واللايك شير واللايك في كل مكان اللايك دا للا أي ذول يسمع أي سوداني حتى الجنجويد وأخص بذلك مليش الجنجويد وأخص به يا الناور القبة يا الناور القبة بل enzie دا القبة اللايب دا هذا أ دا الحك بخلاء في كل مكان في الداخل وفي الخارج إن شاء الله تكونوا طيبين رحم الله كل شهدان وشهداء معركة الكرامة من عسكريين ومدنيين شفاء عاجل لكل جرح وكذلك ما ناسنكم الإخوة والأخوات الموجودين على مستوى مصر الحمد لك الشكر يا الله إخواننا وأخواتنا الموجودين على مستوى جمهورية مصر العربية الحمد لله بها لطيفها الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله وهناك لدى الجارة الشمالية رغم الكرام ورغم التفاصيل الكثير التي يتكلم عنها الكثير من الإخوة والأخوات في إطار الجارة الشمالية واستضافتها لمجموعة كبيرة جدا جدا من السودانين إلا أن هناك ملفات يتحتم علينا أنه إن لم نقولها فنحن ما سودانين والله العظيم نحن ما سودانين لو ما قلناها عندنا ملفات ونحن من خاطف فوقه الأمن المصري وده باللتي هي أحسن في تفاصيل حنجي نتكلم عنها وما ناسين الإخوة والأخوات المسجونين على مستوى السجون المصرية وما ناسين تفاصيل كثيرة جدا جدا لكن الملف ده أنا أحسن تشير فوقه اتجاهات قانونية حتى أنه ما نخلق عملية بتاعة زعزعة لإخوارتنا وإخواننا وأسرنا اللي سافروا الآن المتواجدين على مستوى جمهورية نصر العربية لكن حنهبشوا وحنوجه الرسالة ده جانب في البدء التحية لكم كلكم أخواني وأخواتي على راسي من فوق ربنا يحفظكم الناس الجوة السودان والناس الخارج السودان الناس الضاقة المآسي وصابرة وحانت لحظة الانتصار والانتصار أصبح بتشاف الانتصار الآن بتشاف الانتصار بتشاف بإذن الله سبحانه وتعالى وأنا أقول لكم بكل وضوح من هنا لكل الإخوة في الخارج حنحتفل قريب جدا جدا في أرض السودان حنحتفل في خرطومنا وفي أمدرماننا وفي بحرينا وحنحتفل في الجزيرة وحنحتفل في الفاشر وحنحتفل في بابا نوسا وحنحتفل في جنوب كردفان وحنحتفل في نيالة وحنحتفل في زالينجي وحنحتفل في الضعين وحنحتفل في 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 كل مكان حنحتفل في ضنقلة حنحتفل في حلفة حنحتفل في عضرة سنحتفل في شندي، في برصودان، في كثلة، في كل مكان سنحتفل بإذن الله سبحانه وتعالى وببركة الأيام الطيبة من حج بيت الله الحرام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لك إن الحمد والنعمة والمُّك لك لا شريك لك لبيك بهذه الأيام المباركات سنحتفل بإذن الله سبحانه وتعالى الإخوة والأخوات في كل مكان إخوتي أهلي في ولاية الجزيرة والله ظللنا نتكلم في كل يوم ونتكلم 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 وما تفتكروا إنه البيع صدى ما هيكون عنده تمن والله عنده تمن وتمن كبير جدا جدا عنده تمن وتمن كبير جدا جدا وتمن آتي آتي بإذن الله سبحانه وتعالى أولا حيا الله الرجال في الفاشر فاشر السلطان نشيل السلطان نقول فاشر الرجال الأبطال الناس الصح الناس الما بيجاملوا ولا بلعبوا الناس البرش ورش صاح الناس البيجغم وجغم تجيل جمقهم جغموا نقسم بالله حار جغمون حار أنا داير أوضح جزئية مهمة شديد في الدار على مستوى الفاشر شايف الإعلام بتاع الماليشة بتاعت الجنجويت الآن بيتكلم عن إنه إنه علي يعقوب الجنجويت علي يعقوب الهالك علي يعقوب إنه تمت بيحته وباعوه أولاد عمته أو أولاد عمومته دا كلام واحد من الجنجويت طيب يا جنجويت وده كلام ليكم وتعالوا هنا يا جنجويت عشان تسمع الكلام الصح تعالوا لأنه ما في كل راجل حيطبع يقول الكلام دا ما صح ما حصل تعالوا هيا بنا يا جنجويت أخواننا الناس تعمل شير على أوسع النطاق لأنه في جوزئية دا هيرين نستوضحها في جغم الهالك الجنجويت الحاقد الزول السبب الرئيسي اللي ارتكب مجزرة في الجنينة والارتكب مجزرة في ذالينجي واللي شرت أكتر من ثلاثة مليون من مناطقهم هذا الجنجويت الحاقد واللي كان سبب رئيسي في اغتيال منه في اغتيال الوالي خميس البكر ربنا يتقبل إن شاء الله وبالشعبه ما كتلوا فقط لحد دينا كتلوا وبالشعبه خلى اليسوى والما يسوى يجي يضرب في الجسمان بتاع الشهيد خميس البكر رحمة الله عليه هذا الجنجويت المعتوب الحاقد علي عقوب والله لقى حدفه وقيروا من القيادات مليشيات الجنجويت كذلك لقوا حدفهم وما إلا علي عقوب لكن نحن منضرب الجنجويت في كل مكان في الميديا من بلكم وإخوان نتيحة فالأرض بيركبوكم ما تكذبوا ما تقولوا سلموا أقسم بالله بل عديل بل عديل دق شفتوا جخ دار تكبته فيكون المشتركة والقوات المسلة على مستوى الله شهر مدهر فور طلعوا بفيديوهات قالوا يا أخي علي عقوب إنه سلموه أولاد عمه دي مشكلتكم تتبلوا بيناتكم تتبلوا لكن أنا بأكد إنه علي عقوب الحاقد طلع قال يا أخي أقسم بالله قال إنه عشر يوم حيصقت الفاشر لما كلامه قال عشر يوم حيصقت الفاشر والله الفاشر دي زي ما قال لكم السيدة الفول مارشال مني أركو من ناوي لو اجتمعت كل الدول المحيطة كل الدول المحيطة بينا دي على أساس إنه تسقط الفاشر الفاشر ما بتسقط لكن إنتم بلحت الطعم يا فارات يا كرورات علي عقوب يا أخواننا معاه مجموعة بأكتر من 44 عربية ركز معي كويس في محور معين عشان الناس تفهم تماما إنه علي عقوب ده الجغم كيف في محور معين الزولة في الاتجاح الشرقي في الفاشر سواء الكلام ده كويس البني أهدم ده تخيلوا إنه طيلة الفترة دون أهالي الفاشر المواطنين بأكتر من ألف تخيل أنا أقول لك في طيلة الفترة أكتر من ألف والله زي ما أقول لك أكتر من ألف مقزوف ساروخ بأيم 42 للمواطنين على مستوى الفاشر أكتر من ألف تخيل يا بني آدم المحرم دوليا الزول الحاقي ده بأكتر من ألف بدون فيهم طيب المشتركة الموضوع ده مع القوات المسلحة الموضوع ده كيف قالوا المواجهة المباشرة هما بواجهم والمواجهة المباشرة جانجر دين كلهم بقوهم جارين كما كلهم شtantوا قالوا جارين عردوا عردوا كما قلقتهم عردوا عين قاموا جارين قاموا جارين طيب أزل الله فاننا بأكم cluster نأось أ Standmos في عملية حقيقية من القوات المسلحة والقوات المشتركة فتحولون المجال يا أخوان عشان نوريك عديد صندوق صندك يا عزيز الفاضل ده الصندوق اللي نحن منقول القوات المسلحة اشتغلوا به دائما حبيبي يا فنيطي فرح تحية حبيبي فتحولون يا أخواننا مساحة معينة في الاتجاه الشرقي قالوا لهم شنو بعد التدوين العشوائي التدوين التقيل في عملية بتاعة التواصل مع اتجاهات كثيرة جدا جدا إنه حنسلمكم الفاشر دي في أيام معدودة قالوا لخير وبركة لموا فينا أهنى الطيبين أهنى المساكين المواطنين على مستوى الفاشر تدوين عشوائي بكميات خلقوا عملية بتاعة أذمة في نفوس المواطنين البسطاء اللي ما عندهم أي علاقة المشتركة قاعدوا كده مع القوات المسلحة قالوا لهم هو الشغل ده ما بيبقى الشغلة دي أنه إحنا البني آدم ده إلا نجيبه من عضنينه والله قال لهم إلا نجيبه لكم من عضنينه عادي نجيبه وكاررنه لكم من عضنينه كده الزول ده إلا نغضي على رأس الأفعى والزولة البدبر للمليشي بتاعة الجويد الجماعة كلهم قالوا خلاص يا إخواننا الاتفاق كان واضح إنه يبلوا الزول ده وأتأكدت المعلومة إنه هذا المعتوه قاعد وين على قطقم الفاشر كلام ده واضح قالوا لهم خلاص وكي عملوا عملية النوعية وخزنوا له يا إخواننا في محور شفتوا زي شغل الهلال زي الهلال دايرة نص خلوا الجنجويديل يا إخواننا الفاشر دي أخواننا وي أنا بوريكم بالواضح فاشر دي إلا ذول ود بلد ود المنطقة الذول العاشوا من كبر حياته كلها قاعد بعرفها لكن كالضاب ذول بيجي من بره بقول لك أنا بعرف الفاشر ده كالضاب الفاشر دي أخواننا كلها محفرة خنادق والله العظيم كلها كده خنادق في أي مكان خندق يا أمان كده يا أمان ما في أي طريقة بتاعت إنك تطمر بعربيتك وإن بقي الجان ما بتطمر عدي كده مورال دي مقفلين البلد دي فوق كحي معاون اللي جان بتاعت الاستفار ما في الفارط دي اللي بعلوا عطوا عمر فتحوا لهم الجزئية دي خلوا لهم الأحياة الشرقية والتجاهات دي فاضية قالوا لهم شنو هلوم يا حبائبنا تعالوا 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 يا يا فارط فتحوا لهم اللي ب encryيسة زد الجماعة دي إخواننا جخاشين جخاشين وسودان قفل يا إخوان قفل علوم الشقلانية وفعل ملكفهم حك ثلاثة حقات والله دي تسعة حقات يا ميناوي دي ما تلاتة حقات والله قلتها دي ما تلاتة حقات يا ميناوي دي اسمت تسعة حقات حق 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 دقوهم دق جقموهم جقم ما طبيعي استلام حي لكن الأتهم من ذلك والأمر الناس اللازم تعرفون الحاجة اللازمة دي ما الموضوع الأساسي بعد ما جقموهم هنا في المحور دا مشوا جقموهم في الزلق والسلو منو والعرباء موجود شقموهم في المعرقة بتاع الأنبار وجقموهم في اتجاهات كثم وجقموهم في عدة ما caused ما القضية انتم الناد بتركض عليهم شنون بس تجغم بتاع الزلMy لا الموضوع ما هنا الناد اجقمو في الزلق وجقمو في اتجاهات مهن وجغموا في اتجاهات كتب وكل المناطق دي دقوا فيهم دق تقيل لكن طبعا العقل المدبر هل يعقوب ده؟ لما نستلمو جابو خطو بلو جغمو الماء الناس القانوا معاه جغموهم دي تخيل يا عزيز الفاضل نحن ما مقعدين نتبلع على الدول المحيطة والله ما قاعدين نتبلع عليه قسما بالله العظيم اسيوبيين ونيجيرين وافريقيا الوسطى والله الآن الجسامين مجدعة على مستوى بعض الأحياء على مستوى شرق الفاشر والله أنا بتكلم معك الآن الجسامين مجدعة ما سودانيين هرايك شنو ركب معايا ما منقول كلام سايحة بش فاتشوه مطلع عندهم وحبش ونيجيرين اسمع الكلام ده وافريقيا الوسطى وشاديين ما في ذول بيتبلع على ذول قسما بالله الآن الجسس المجدعة دي مشتركوا القوات المسلحة لأنهم بخافوا ربنا سبحانه وتعالى ودي الناس عارفين لما نقول إنه الناس دي بيجند المرتزقة من عدة الدول هذا هذا الليل الفاشر دي الماتوا فوق الآن المجدعين كلهم جوا دي كلهم ما سودانيين أنا والله عندي فيديوهات تقول تداري عمال لي قناة في التليجرام إلا بس أشاركه في صفحة أخرى واجهة عمال له مشاركة عشان الناس تشاهدوا تشوف ما عرف تعملوا قناة التليجرام عشان أعرض للناس الكلام هذا هؤلاء المرتزقة تموهم طيب تعالوا ورك يا جنجويتي أخلاق الله القوات المسلحة والقوات المشتركة نفس اليوم من عام الماضي سنة 2023 14 يونيو قتلت خميسة بكر بشحت به قطعته عملت بيه ما عملت بيه بجسمانه نفس اليوم ده كان فوق هذا الجنجويتي المعتوه المجقوم علي عقوب علي عقوب ما كان في الجنينة ما كان معاه جمعة الاختفى جمعة كان معاه هناك في الزول اللي اسمه جمعة داك كان معاه هناك في الجنينة لما تم اغتيال الشهيد البطن خميسة بكر وبشحت به علي عقوب ما كان جدامه هو الزولة كان جوه جوه شنو؟ جوه المكاتب الفيديو ما قاعد كان جوه المكاتب هو قتل خميسة بكر هو قتل الشهيد خميسة بكره في الشعب ما الدنيا دواره كما تدين تضان لكننا نحن نوجه رسالة ونحن نوصلها للمليشة الجنجويتي على الجمعة نحن نوجه رسالة للمليشة الجنجويتي إلى أتخرف اذا لم تفهم يتحدث الذي ذلك هذا هو فرق وليس مريشة وليس نحن 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 نفس الجنب وبين الناس ما عنده دين وبين الناس لما عندهم دين ما في ظرف بالشعب جابته القوات ومدخلونه جوا العربية قالوا للمواطنين يا أخي ياهو ما سمحوا لأي مواطن يقرب يدته يفنه بحجر مواطن واحد ما قرب عليه يفنه بحجر ما في مواطن ده الفريق بين الأخلاق بتحت المؤسسة والأخلاق بتحت الجنجويد الجنجويد ما ما عندهم أخلاق أها ما كانوا بالشعب ما كانوا قطعوا ما كانوا جروفوا الظلط ده وخلوا المواطنين أي مواطن يدقوا ما عملوه من هناك تشغلوا بالعربية ما شو قدوه المشرحة ما شو ستروا لكن تعال أنا أوريكم الحصد شنو والله يا النور القبة وده كلام أنا بقوله لك طبعا يا أخوانا لحد الساعة اثنين ظهر التلفون بتاعه كان بدق أسمعك لا أخوانا الناس تعمل الشير لأنه دي المعلومة نحن دارين والسلام لحد الساعة اثنين ظهر تلفونه كان بيضرب تريرين 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 يا شيق علي طب منا عليك يا شيق علي يا شيق علي علي قال الله إنت كويس الحاوات السعيدة والمخندجة في أعلى ماهوات السعيدة سأقول لك الكلام سأقوم بالأمر سأتذكر لحد هناك لحد الأفضل تركيز الشيقة علي الجغم إذا لم تسمي الكلام الإتصال القبيل حق الساعة و ثمانية و ثلاثين دقيقة واحدة و ثمانية و ثلاثين دقيقة لما الشباب دل فتحوا الخط شيق علي حيا يا شيق علي هذا المشترك الآن تم جغمه عاليا لا يمكن أن يجيبك في هذه اللحظات أو في اللحظات القادمة لن يستطيع الإجابة عليك شكرا هذا شيق علي أن نرى القبة وصلك انجغم شيق علي انجغم دا قوم اتمسك معاو يا أخوانا الستارلينك واتمسكت معاو شنو العربية بتاعته والتلفون القيفون كلام هذا من هنا للسياسيين الخوان عديد نقول لكم عندنا 12 ساعة طبعا اللافتة المفبركة دي ما حقيقي يا أخوان الناس الآن شعيلين نوحايا من بادة ما حقيقي ها دي ما حقيقية اللافتة دي ما حقيقية شعيليننا الناس اللي يقولوا الأسماء بتاعته الموجودة على مستوى الهاتف لا لا لكن عندكم 12 ساعة سياسيين القوانة والله أي ظل اسمه حيارة في اللسة الحنطلع في بعد الاطمار ساعة دي بإذن الله سبحانه وتعالى ده جنجويته على السكين وبل عندنا الصندوق اللاسود قاعد جوة التلفون ولا هذا الواضح ما نقوله لكم وعارفين والله أنا عندي واحد كده يا أخواننا قاعد نصليه أتمنىك وأصلا متوقع انك تكون من ضمن الجماعة دي متوقع مية في المية انك تكون من ضمن الجماعة دي انتظر بعد اطنار ساعة من فكل ايكالاوتا دي حاجة سهلة جدا جدا وعندنا وقسم بالله شباب تغانين برا كده بيفكر شغولنا التحية اليوم من هنا فدي الآن نحيي المشتركة ونجدد تحيينا لقيادات المشتركة جمعة حقار وفي المرشال مني أركو منا وعبدالله جانا وكل الشباب كل القيادات الآن الموجودة لك يوسف كرجاكولا والتحية ليوسف كرجاكولا برضو كذلك نحن ما ننطلع من الحاية دي لانه والله يشتغل مع القوات المسلحة وقال لعبدالواحد يازول هوي فانقر عديد جيد يازول ما عندنا لك اي حاجة واشتغل مع القوات المسلحة التحية له التحية ليوسف كرجاكولا التحية للشباب المستنفلين وليجانا الاسناد والاستنفار كلهم على مستوى الشباب المستنفلين وقسم بالله جاغمكم شيء جاغمكم قسما بالله كعب كعب والله العظيم جاغمكم كعب مشتركة نار والله دي ما فوق ده نار مشتركة دي نار حمر عديل تحية لكم الان الفاشر يا اخواننا لا في شمالة لا في جنوبة لا في شرقة لا في في اي اتجاه ما في اي حيو الله يطصوت رصاصة واحدة ما في ولا صوت طلبة واحدة في الفاشر الان ما في أخواننا ما تعملوا شيء لا الله يرضي عليكم يخذو Russian الصفحة دي الصفحة دي روحة ماركة ما تعملوا شيء يا ياس تسمعوا بس أعملوا شيء أعملوا شيء يا جيش الموجود ما يقولنا الصفحة دي مغيّة أعملوا لينا شيء في كل مكان يلا يا جيش يلا يا مشتركة جيش مشتركة شير اراعكم كويس الآن الترابط الآن الفاشر كله كله مستنفلين كله محاملين السلعة واجمل ما في الحادث كله هو الزغروطة بتاعت الميارم ميارم دارفور التحية لين فردا التحية لكل ميارمنا على مستوى دارفور واجمل حاجة هي الزغروطة دي الزغروطة للمقاتل تمثل عملية بتاعت دافع كبير جدا جدا لانا ما زغرة وبعيد من المعارك الميارم زغرة وهن في المعارك متوعدات متقدمات الصفوف اخوان نعم وليشير الله بالضرب متقدمات الصفوف والله شائلات السلح ومتقدمات الصفوف حي الله الميارم والزغروطة حقت الزغروطة حقت الميارم دي هي كانت دافع كبير جدا جدا لهؤلاء الرجال الأبطال انه يتقدموا في كل الاتجاهات ويجغموا مليشة الجنجويد في كل الاتجاهات ويركبوا المليشة بتاعت الجنجويد اللي كانت تغيير جدا جدا حياهم الله الفاشر الآن ما فوق ولا صوت طلقة الآن الفاشر ما فيه ولا صوت طلقة مرال شقالة في كل الاتجاهات حياهم الله ربنا ينصرهم وهما منتصرين وانا من هنا بقول للشعب السوداني كله انه موضوع الفاشر دان احنا بالنسبة لينا محسوم محسوم عديل من هنا ان احنا ذاتنا تاني حيكون عندنا نتوجه لاتجاهات تاني وحنقض قرعتنا حنقض قرعتنا من الفاشر يا جنجويد نشوف القرعة بتقع على وين تاني بعدها نيالة وهنا نيالة ذات اصاصا ما فوق جنجويد حنشوف القرعة بتقع على وين عشان نفسي نصندق فيها تاني فاشر دان احنا بالنسبة لينا موضوع ما فيه حاجة العام الجاهدي حنشوف الاتجاهات التانية طيب ده جانب الجانب التاني من هنا رسالتنا لغيادة القوات المسلحة يا اخواننا رغم الافرح والان على مستوى الشمال دارفور على مستوى الفاشر الافرح الكبير جدا جدا الان الان بيفرح الان دارفور نحن منقدر نقول انه كذلك هنالك عملية بتاعت احزان على مستوى مناطق في الجذيرة اللي هي منطقة وده السماني اخواننا المليشة الجنجويد تدخل هذه المنطقة وتقتل واحد وعشرين من نساء ورجال واطفال لحد اللحظة واحد وعشرين يستشهدوا ربنا يتقبلوا في منطقة وده السماني هنقول الكلام ده يا قيادة القوات المسلحة لم تيني البيع صندها انا احنا بنفرح مع قواتنا المسلحة ومنازعا معاها واي حاجة لكن كمان برضو في حاجات وجب عليكم انكم انتم تعملوا عليها الليلة الجزيرة دي الانتهاكات اللي قاعد تحصل على مستوى كل يوم غرية كل يوم غرية من قرى الجزيرة بتم انتهاك آخر غرية تم انتهاك الليلة الصباح الليلة ثماني واحد عشرين شهيد النسوان واطفال حلة الشيخ السماني دي نسوان واطفال السؤال لحد اللحظة الطارح نفسه انت منتظر شنو لحد ما يكمل المواطنة اللي في الجزيرة دا انت منتظر لحد ديمتين يعني ما نحن قلنا الكلام ده وما دينا منعيده ومنكرروا قلنا لكم يا قيادة القوات المسلحة كلكم شايفين اللي بيحصل يا اخي حرقوا الجهوش الموجودة دي حرقوها على اقل تقدير انه اللي انا وعارف شرق سنار ولا تابع للجزيرة المهم حرقوا الجهوش الموجودة دي لان يا اخواننا اتو لما تقولوا تتحرقوا بتقولوا ان القرى دي كلها تمت ابادتها القرى دي كلها تمت ابادتها لم تين فرسالتنا لقيادة القوات المسلحة البيحصل في الجزيرة دا اول بيحصل في قرى الجزيرة عموما والله دي حاجة في قمة المأساء في قمة الحزن بالنسبة للانسان السوداني في قمة المأساء والحزن بالنسبة للانسان السوداني بيحصل على مستوى الجزيرة وبعض القرى على مستوى الجزيرة فلذلك نحن نوجه لكم رسائلنا نقول لكم استعجلوا استعجلوا في عملية بتاعة دخول المتحركات على مستوى قرى وارياف ولاية الجزيرة لتحرير من هذا الدنس لتحرير من هؤلاء الخوانة لتحرير من هؤلاء المرتزقة العابرين للحدود ما تجعلوا من المسئولية تتفاغم عليكم عالجوا الوضع الآن الوضع الآن محتاج لعملية بتاعة معالجة مستعجلة ما فيه انتظار نحن الآن قواتنا المسلحة والمشتركة والشعب على مستوى القريب على مستوى ولاية الدارفور الآن الناس الآن مترابطة وشقالة شقالة قويس ده جانبا نحن بالنسبة لنا محسوب اطمأننا تماما إنه عندنا نجيش موجود على مستوى الفاشر قادر إنه يحرر كل دارفور بل قادر يحرر الغرب دمين لحد والله يخش لحد يجاد لحد يجاد زاد يخش لحد دي سنتر أفريكا يخش ده موضوع احوالنا نحن بالنسبة لنا منتهي لكن نحن محتاجين هنا الوسط الوسط ده ما فيه معانا كمية افتاعت معانا ما طبيعية كمية افتاعت معانا بعانوا الناس دين ما قلت الليلة بتنتصر انتصار ده أن نحن واثقين في الله سبحانه وتعالى سم في قواتنا المسلحة إنه هتنتصر لكن محتاجين لعملية بتاعت الاستعجال في عمليات الحسم العسكري حتى لا يموت مواطن آخر ما هي دي القرية ذات الآن قعد تتكلم عنها يا ذول أنت ما قعد تفهم ما أنا قعد تتكلم عن القرية تم قبل 21 من الشهداء يوم أميث لحد الليل الصباح قرية ودى السماني أو الشيخ السماني ما دي الحتة اللي أنا قعد تتكلم عنها ما دي واحدة من المجاذر ذاتها وغير من المجاذر السابقة لحد اللحظة زي ما أقولوا أهلنا فودوا النورة لاستشهدوا دمهم في الأرض ما جفة ثاني يرتقوا مجذر أخرى هذا كلام ده بتحسوا كأنه عملية بتاعت استعقار بالمواطن على مستوى الجذيرة وكأنه إنسان الجذير ده مقصود بالمليشات الجنجويد إنه كل يوم تقتل السوي فيه مواطن الجذيرة الآن بيستنجد بالقوات المسلحة في كل اللحظة من هذه القوات المسلحة مواطن الجذيرة الآن لمن يطلع يتكلم على مستوى القوات المسلحة معه حق يقول لأمني ما أوجه رسالة لأكم إتوك قيادة قوات المسلحة على سأنكم شايفين الوضع أشكد الجذيرة ده محتاجة لعمل عمل مستعجل حركوا الشغل حركوا المتحركات حركوا النادر على سأنه الليلة يدروا يخشوا حركوا الديوش دي يا أخي إن شاء الله محور معين الآن حرروا أدخلوا محور معين حرروا في محاور يا أخواننا لما تحرروا بتفرحوا المواطن في الجذيرة زي ما نحن الآن فرحانين لكل الحاصل الآن على مستوى الشمال دارفور الحاصل على مستوى الفاشر مبسوطين جدا برضو كذلك دارين ننبسط على مستوى الجذيرة دارين ننبسط دارين ننبسط ترى أن قواتنا المسلحة بتخلج بعملية بتاعة موشة في عملية بتاعة مواجهة كبيرة لمليشة الجنجويد على مستوى قرى الجذيرة وبتحرر قرى الجذيرة بعض القرى الليلة التي حررتها ثلاث أربع قرى بيتواجد فوق المليشة بتاعة الجنجويد أنا مؤكد لك تماما هتحرر كل القرى أبدأ الخطوة الأولى خطة الخطوة الأولى خطة الرحمن في قلبك وتوجه وتوجه على أساس أن تتحرر هذه القرى لنقرد عانت بما فيه الكفاية عانت بما فيه الكفاية لذلك يا قيادة القوات المسلحة الآن نحن فرحانين وبسوطين جدا جدا بقواتنا المسلحة الآن على مستوى الفاشر محتاجين لنا انبسط ونفرح بقواتنا المسلحة على مستوى الجزيرة تحصل عملية بتاعة معادلة كبيرة جدا جدا وده هتكون النقطة بتاعة انطلاق التحرير الدولة السودانية من حاجة اسمها الجنجويد هنا لذلك المحور بتاعة الجزيرة ده لابد من انه يتم التقدم فوقه عاجلا عاجلا لابد من تتحصل عملية بتاعة التقدم على مستوى الجزيرة أنا بدأ رضي الحديث كثير وما عندي كلام كثير نص ساعة دي كافية جدا عشان الناس تسمع اللايف لو لقيت طريقة من كتانا أطلع اللايف تاني آخر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته